بسم الله وكفا والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى مرحبا بكم طلابي وطالباتي في درس جديد في مادة العلوم الطبيعية لطلاب وطالبات الصف الأول المرحلة المتوسطة إن شاء الله سوف نتكلم عن الوحدة الأولى والتي تحت عنوان العلم والقياس وبالأخص الدرس الأول الذي تحت عنوان العلم وعملياته إعداد وتغديم أستاذ الطاهر في زيارياضيات أهداف الوحدة تمهيد كيف تحل مشكلة العثور على قلم مفقوط؟ أولاً ألاحظ أن القلم مفقوط لاحظت أن القلم مفقوط تسألت أين يكون مكان الغلم فرطت أن القلم موجود في حقيبة المدرسية ما علي إلا أختبر صحة هذه الفرضية أهو بالفعل موجود في حقيبة أم لا؟ إذن أجمع المعلومات أي البيانات وأتوصل إلى بيان النتيجة أي الاستنتاج النهائي أي نعلم أن القلم موجود في الشنطة أم لا؟ إذن لدي أربع خطوات هي لاحظت، تسألت، فرطت، جمعت المعلومات لكي أحل مشكلة العثور على قلم مفقوط عملية الإجابة على السؤال أعلى تسمى تجربة تسمى تجربة هذه التجربة يتم إجراؤها لدعم الفرضية أو لضحض الفرضية أي لدعم أنها فرضية صحيحة أو لنفي أنها فرضية صحيحة إذن فإذا أجبنا على السؤال أعلى بنعم هل أنت عالم؟ نعم أنا عالم إذن ما هو العلم؟ العلم هو عملية الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها إذن هل نستطيع أن نقول أن العلم في كل مكان؟ نعم نستطيع أن نقول أن العلم في كل مكان إذن عن طريق إجراء التجربة نستطيع أن نلاحظ ونتساءل ونفرض ونجمع المعلومات إذن ماذا نسمي هذه الخطوات الأربعة؟ تسمى خطوات الطريقة العلمية إذن خطوات الطريقة العلمية أربعة خطوات نبتدي بلاحظ ومن ثم تساءل ومن ثم أفرض ومن ثم أجمع المعلومات أي البيانات البيانات البيان الذي يحتمد على التجربة يسمى الاستدلال إذن الاستدلال يحتمد على الفرضية بيان الاستدلال أو بيان التجربة الذي يسمى الاستدلال يحتمد لنا أيضا على الفرضية فإذا كانت الفرضية الفرطتها صحيحة يكون الاستدلال صحيح وإذا كانت الفرضية الفرطتها غير صحيحة يكون في الاستدلال النتيجة غير صحيحة أي الاستنتاج النهائي أي الخلاصة الخلاصة من التجربة بنسمي الاستدلال والاستدلال يرجع لنا الفرضية التي فرضتها في التجربة العلم يعرف بأنه عملية الإيجابة عن الأسئلة التي تطرحها الطريقة العلمية دعونا أن نتحدث باختصار عن الطريقة العلمية يلاحظ العلماء ويطرحون أسئلة ويسكرون فرضية ويجمعون البيانات أي المعلومات عن طريق إجراء تجربة يدرس العلماء نتائج التجربة ويصلون إلى الاستدلال كل هذه الخطوات مجتمعة نسميها الطريقة العلمية إذن خطوات الطريقة العلمية الأساسية الأربعة هي لاحظ تساءل أفرض أجمع المعلومات أي البيانات الاستدلال يعرف بأنه البيان الذي يحتمد على التجربة أي خلاصة التجربة تأمل صورة هذه البنت نلاحظ أنها بنت ترسم وهي مبتسمة إذن لاحظت أن هذه البنت ترسم وهي مبتسمة إذن ما علي إلا أفرض لماذا أو أفرض أن هذه البنت ترسم وهي مبتسمة لأنها تحب الرسم حتى أختبر صحة هذه الفرضية ما علي إلا أجمع المعلومات مثلا أجمع المعلومات من صديغتها يا صديغتها لماذا هذه البنت تكون تبتسم عندما ترسم تجيب لأنها تحب الرسم إذن فرضت الفرطة صحيحة صحيحة كيف جمعت المعلومات وتأكدت فعلا أن البنت دي لما ترسم تكون مبتسمة لماذا لأنها تحب الرسم إذن طبقت خطوات الطريقة العلمية الأربعة هي لاحظ تساءل أفرض أجمع المعلومات إذن الاستدلال أي البيان بتاع التجربة دا كان حسب الفرضية الفرطة استدلال صحيح استدلال صحيح لماذا لأنه أنا فرطة إن البنت لما ترسم بتبتسم إذن البيان بتاع التجربة بيان اعتمد لي على الفرضية الفرطة ويسمى هذا البيان بالاستدلال كيف تصبح عالما أصبح عالما بإجراء التجارب أجري التجارب لفهم الغضايا المعقدة مثلا تجربة لفهم كيفية علاج أمراض الإنسان كالكورونا كوفيد 19 أجري هذه التجربة لفهم هذه القضية طالما أجريت التجربة أنا عالم إذن التجربة يتم إجراءها لدعم أو الضحضة الفرضية حيث وصف العالم جاك كوستو عالم الأحياء البحرية الشهير أحد العلماء بأنه شخص فضولي فلاحظ أنه ينظر من خلال ثغب المفتاح الموجود في الباب نلاحظ أن هذا العالم الفضولي أجر التجربة من خلالها يريد أن يستنتق وأن يستدلل بنتائك التجربة هل يمكن لأي شخص أن يصبح عالما؟ نعم أنت تعمل كالعلماء عندما تغوم بإجراء تجربة فالعلماء فضوليون وهم يستمتعون بحل المشاكل أيضا العلماء أيضا يتبادلون المعلومات المكتسبة من التجارب إذن هل يمكن لأي شخص أن يصبح عالما؟ نعم طالما أجرينا تجربة نحن علماء للبيانات أنواع بيانات نوعية وبيانات كمية تعرف البيانات النوعية بأنها هي التي تكون في شكل كلمات بينما تعرف البيانات الكمية بأنها هي التي تكون في شكل أرقام أمثلة البنت تحب رسم النباتات هذا مثال للبيانات النوعية رسمت البنت أربعة من النباتات الزهرية وإثنين من النباتات الزل إذن هذا المثال بالفعل مثال لبيانات كمية مثلا بعض التفاح أحمر والبعض أخضر نلاحظ أيضا من خلال نص هذا المثال أن هذا البيان بيان نوعي طيب لدي 20 تفاح حمراء ولدي 15 تفاح خضراء نلاحظ أن هذا المثال بالفعل مثال محصور للبيانات الكمية طالما أداني عدد مثلا بعض النباتات الطماطم طويل وبعضها غسير تأمل هذا النص بالفعل هو بيان نوعي هناك 30 نبات طماطم طويل و10 نبات طماطم غسير طالما في عدد يسمى هذا المثال بيان كمي إذن للبيانات نوعان بيانات كمية وبيانات نوعية عندنا تغويم أكتب فغر غسيرة حول كيف تبدو عملية العلم مثل العصور على جورب مفقود ما علي إلا طب خطوات الطريق العلمية وهي لاحظ تساءل أفرط أجمع المعلومات ما هو الاستدلال عرف الاستدلال ختاما تعلم فليس المرء يولد عالما أستاذ الطاهر في زيار رياضيات